التنظيم الإداري الفرنسي للجزائر ثالثاً القوانين الإدارية مرسوم تريميو 24 أورتوبر 1870 ميلادي الحلقة السابعة والتسعون من سلسلة تاريخ الجزائر المعاصر السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سألت المصدر ومرجع المعلومات ثانياً مرسوم تريميو 1870 ميلادي إسحط موشي تريميو 1796 إلى غاية 1880 ميلادي المعروف بأدوف تريميو محامي وسياسي فرنسي يهودي انتخب نائباً منذ العام 1848 ميلادي مراراً آخرها نائباً عن مدينة الجزائر في الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1871 ميلادي كما تولى وزارة العدد مرتين أولهما عام 1848 ميلادي والثانية في حتومة الدفاع الوطني التي حتمت فرنسا من 4 سبتمبر 1870 إلى غاية فبراير 1871 ميلادي أوتلت إلي خلالها إدارة شؤون الجزائر لبضعة أسابع وقد أبا هذا اليهودي على الدفاع المصالح يهود الجزائر إلى أن أثمه جهوده إصدار مرسوم تريميو من قبل حتومة الدفاع الوطني بباريس في 24 أرتوبر 1870 ميلادي ونص على التجنيس جماعي ليهود الجزائر البالغ عدده منذات 34574 يهودي بالجنسية الفرنسية ما أعلى من شانهم وميزهم عن المسلمين من جميع النواحي القانونية والسياسية والارتصادية والاجتماعية لأنه عرضهم في المطابل لحملات المستوطنين العدائية في بعض الفترات وترتب عن مرسوم تريميو جملة من العواقب هي ازدياد عدد الفرنسيين بالجزائر رغم اعتراض كثير من المستوطنين على تجنيس اليهود استحتام رفضة الإداءة الاستعمارية على الجزائر نظام الاستفادتها من إطلاع اليهود على تفاصيل الخصائص الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري اعتراض أوضاع العمل اليهود وزيادة نفوذهم بداية التغريب الوسع ليهود الجزائر اندلاع ثورة المطارن احتجاجا على استعلاء اليهود اختلال علاقات بين المسلمين واليهود وتوتر أحيانا بينهم وبين المستوطنين مما ساهم في تجيج الحملات الأوروبية المعادية ليهود في الربع الأخير من التاسع عشر خاصة خلال عامي 1897 و 1898 ميلادي واندلاع احداث السنطينة 3.6 أغسطس 1934 ميلادي التي أشعلها تبول يهودي مخمور على حياة مسجد سيد الأخضر وسبه الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصفرت عن مصرع 23 يهوديا وثلاث مسلمين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ترجمة نانسي قنقر